السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي الفيديو ديال اليوم الغدار ديال اليوم اللي هو سر دين بليزيب بيناث ومعافق مع الفول اللي كي جي سهل وبسيط وشي حاجة اللي بنينا هنا يا غدين ناخد واحد الغدار او فين غدين دير الحوت درت مع شوية الملحة شوية ديال الكامون الفلفلة حمرة وعندي هنا يا التوابل ديال الحوت اللي آآ كان ضيف منهم دائما في الحوت كي جيوا رائعين وغدين ضيف القصبور واحد جوجه مع علقة ديال القصبور ومن بعد غدين ناخد هنا يا التومة تقدروا ان يقوم ديروا التوم المشفف ولا يني انا درت هالتوم هذا من بعد غدين ضيف الحامض واحد المالقة غدي نخلط هات الشي هكدا مزيان غدي نزيد واحد شوية ديال الماء باش تقدر ان ديك الشرمولات اللقافين غدي نحط السردين هنا يا اندي السردين بعد ما تنقى زولت ليه الشوك السنسو اللي كيكون فيه في الوسط من بعد غادي نبدأ ندخل فيه هات الشرمولة هكدا حتى غادي نكمل الكيمية اللي عندي كاملة نحاول ان هاد هات الشي نديرو باش نخلي نديرو على تيسع باش نخلي باش نخلي باش نخلي باش نخلي ان هو ياخد واحد لوقيته فين ندخل فيه ديك الشرمولة هنا يا عندي فواحد المقلات درت واحد لبس لقطعتها ضفت مقاها شوية ديال الملحة خليتها تطعبت عليها تشكلتها بطاطلية وضفت هنا يا ليزيبينة واحد الكيمية اللي بأس بيها كي كتعرفوا ليزيبينة ضيض هي كي يقلالو وخاك تدير بزاف هنا يا غادي نحاول انني نجهد البوطة ما ننقش منها ليزيبينة غادي تلقو لي الماء اللهم ما غادي نجهد البوطة غطيتهم هكا على ما طابوا من بعد ما طابوا غادي نبدأ نعمرهما بيهم السردين كي تجي رائعة هاد الوصفة وبناني كي يجو مع ديك ليزيبينة والبصلة غادي نهز هكا السردين وضروري انه يكون مزولي السنسول اللي كي يكون في الوصفة غادي نحاول انني نحط شوية ديال ليزيبينة وديك البصلة ونبدأ انه نروليهم هكدا ونديرهم في واحد الاقتبان هكا ديال شوية اللي غادي يدخلو لي الفران غير شوية ما كان عمرش بزاف بش يلقى انهم يتشدو ليه وغادي نحاول انني نبدأ هكا نجمعهم ونشد بديك العود ديال شوية هاد الوصفة اللي يجرب هالمرة الليولك يبقى دائما يديرها وغادي نكمل على ها الطريقة حتى غادي نكمل ديك الكيمية كاملة اللي عندي وديك اللي يبقى لي ملي زيبينة اللي الشيطة اللي بقات لي ما غادي شرميها تهيا غادي نضيفها تهيا في من كن حط الغدا ديالي تهيا غادي نحطها غير ديك اللي زيبينة وغادي ندخلهم الفران هادو كيجو وصفة رائعة وما كيجو شاربين الزيت ما كيتقلاوش ما كيجو شاربين لنا الزيت بحل القليم وكيجو في الماضاق وائرين زوينين هنا يا درت لهم واحد شوية ديال الزيت غير باش ما يتحرقش ليا وصفة يدخلتهم الفران جيت هنا نطيب الفول عندي واحد لحبة ديال ما طيشة حكيتها غادي نضيف معها القصبور الفول معروف انه كيبغي القصبور بالزايد غادي نضيف معها تهيا وحد للثلاثة او ربعا ديال الفصدية التومة على حسب الكمية اللي انتم ما عندكم ديال ديال الفول اللي بغين الطيبية او الطيبوه وغادي نضيف الكامون الفلفلة احمرة وواحد النص مغرفة ولا مغرفة مع عمراش ديال زيت الزيتون زيت بلدية وزيت نباتية انا اندي مخلطين خليتهم هنا يا حتى بدأوا انهم يقربوا يغليوا عاد غادي نضيف الفول من بعد ما تنقاطه وتغسل عاد ضفتو هنا يا نسيت ما قلت ليكم مش انهو الملحة في الاول تال ملحة ما تنساوهاش من بعد الصافة غادي نشد عليهم ونخليهم اي طيبو من اي طيبو غادي نحل عليهم كوكوت خليتهم هكا يتقلى وهو واجد الغداء جيت اللي هنا ايان نحط الغداء ديالي داك ديبيناغ اللي صاوت في الاول وبصلة وحطيتهم عليهم ديك ديك السردين اللي درت واخير حاجة هي ديك الفول اللي طاب حطيتوها كف سليفة كان هدا هو اللغدة دياليوم كانت من نارق سراح دياليوم يكون اعجبكم الى اعجبكم ما تنسوش لايك الفيديو الشراك في القناة اشتركوا في القناة